أهلا بكم من جديد تلقى صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة هنأ فيه سموه بالفحوصات الطبية الموافقة التي أجراها سموه مؤخرا والتي تكللت بفضل الله بالنجاح داعيا المولى عز وجل يديم على سمو رئيس الوزراء الصحة والعافية لإكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين وفي مختلف المجالات وقد أعرب صاحب السموة الملكية رئيس الوزراء عن عظيم شكره وبالغ تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على سؤاله الدائم وحرصه على الاطمئنان على صحة سموه بعد الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها سموه وأكدان سموه بأن هذه المشاعر النبيلة من خادم الحرمين تجاه سموه تعكس بصورة جلية متانة وخطوصية العلاقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي باتت اليوم انموذجا يقتدى به وأكد صاحب السموة الملكية رئيس الوزراء بأن ما أبداه خادم الحرمين من حرص على التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية هو جانب من جوانب المواقف المشرقة والمشرفة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مملكة البحرين داعيا سموه المولى جلال قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة دورها القيادية على المستويين الإقليمي والدولي